السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب إن شاء الله نهارده هنتكلم عن التبركولوزيس مرض السل الرأوي أو مرض الضرن معاكم الدكتورة أمل علوان أستاذ مساعد الصحة العامة بذكر كوبي الانتباه والتركيز على الأبجيكتف اللي هنحددها في بداية الجلسة وعدم الانشغال عن المحاضرة باستخدام الموبايل أو بالسايت توكس طبعاً لابتسامة باستمرار العلم الصحة العامة هو العلم اللي بيهتم بالوقاية من الأمراض نفتكر دايماً إزاي نحمي نفسنا من الكورونا بغسل الأيدي والحفاظ على التباعد المكاني والاجتماعي ولبس الكمامة بالطريقة الصحيحة وأخذ التطعيم المحاضرة النهارده إن إحنا نعرف الإبديميولوجي والبريفنشن أو في تي بي ونتكلم عن الكمبيونيتي دياجموزيس أو تي بي سيرفي تي بي واحد من الديزيزيس بابليك هيلس كونسيرن ربع سكان العالم تقريباً عشرة مليون إصابة جديدة كل سنة وثلاثة مليون وفاة كان بلقت حالات التي بي تقل لكنها رجعت تزيد تاني بسبب الـ HIV بانديميك والسبستانس والانيمبليمنت والبور ليفنك كونديشنز وبعض زي الميديكال والبراميديكال والسيكا ووركر المشكلة مش في زيادة الحالات التانية مشكلة إن فيه مالتي دراج رزيستانت تي بي اللي هي رزيستانت للاني اتش والريفن بسين ومش بس كده ده فيه اكسسنسيب دراج رزيستانت تي بي اللي هي رزيستانت للساكن الانتوبركولاس دراج التي بي one of the top ten causes of this worldwide تي بي is present in all countries and all age groups نتيجة لكده واحد من sustainable development goals إن احنا نعمل control للتي بي epidemic الانسدنس of tb في مصر كان فيه التسانات 28 في المية الف وبعدين بدأ ينزل ل24 في المية الف ودلوقتي في 2019 وصل ل12 في المية الف ده نتيجة لوجود الناشونال tb strategy و effective national anti-tuberculous program الاجبت incidence of tb زي ما انتو شايفين من 2008 كان 19 في المية الف وصل في 2019 ل12 في المية الف مش كل شخص هيبه infected by tb bacilli هيظهر عليه المرض إنما ظهور المرض أو عدم ظهوره يتوقف على فاكتورز ريليتد للأرجانزم زي الفيرولانس والنمبر أو باصل فاكتر عرضة للمرض الميل أكتر من الفيميل بعض الريس طبعا الناس اللي عندها كرونيك illness more susceptible إنها حصد لها over tb disease اليميون deficient وال smokers وبعض الاكوباشن زي الهيلس كير workers وزي السيليك وركر والبارا ميديكال وال الكونتاكت وز tb case الكوزاتيب ارجانزم المايكرو باتريم tb human and bovine طيب الهيومن بيعمل mainly pulmonary tb أو add extra pulmonary tb إنما البوفاين mainly extra pulmonary tb المود of transmission mainly by inhalation direct أثناء الكوفing والسنيز أو indirect بالفوم أو بالدست لأن double of tb بس اللي حجمها من نص الخامسة مايكم ده حجم زوار جدا بيمشي مسافات بعيدة لكن الكيسينج أو sharing hands أو sharing food أو ال utensils ده ما بينقل شي tb وهنا عارفين إنه one open case active case of tb ممكن بتعدي من 10 ل15 شخص أكثر الناس عرضة للإصابة هما الفاميلي ميمبرز و الفرينديس والكو ويركرس لكن يسافر مثلا عرحلة طيران أو يركب مع أشخاص دية احتمالية الانفكشن فيها قليلة في other mode of transmission زي الانجيشن بالنسبة لإكسرا بالمونري tb أو bovine tb طبعا الreservoir of infection عندي main cases only وبالنسبة لل bovine types عندي الانيمال reservoir prevention of tuberculosis زي airborne infections المختلفة بتبدأ ب general prevention ودي بتحمي من كل airborne diseases زي اهمية الventilation والcross ventilation وraising social economic standard لأن tb ده social disease ونحسن immunity والrespiratory etiquette كل الحاجات دي بتمنع أمراض تانية بجانب tb وفي specific prevention اللي هي vaccination وال chemo prophylaxis general prevention الانفايرومنتال sanitation والgood housing والبروبال ventilation والcross ventilation ونزود socio economic standard لأن قلنا ندامين لسوشيال disease وليه علاقة ب community of individual sanitary of cattle وال veterinary care والpasturization of milk كل الحاجات دي بتعمل general prevention للtb وزي ما بتمنع tb بتمنع أمراض تانية prevention عند vaccination by bcg vaccine وده عبارة عن باصلة باتخذ واحد من عشرة ميلي في الدلتو ريجون في اللي فت عشان المفروض ان الشخص الفاكسين بالpcg بيتحول من بعد 3 شهور لو الفاكسين اتاخد ممكن يعمل الوكال ابسيس او نكروزيس او الوكال لينف اتنايتس الافيكاسي بتاعته 85% وبيحمي مدة من عشرة ل 15 سنة الpcg باكسين في اول تال شهور من العمر وبيتاخد للناس اللي هما توبركلين نيجاتف كونتاك لكيس وبندي للارمي الارمي فورسز والميدكال والبراميديكال في البراميديكال للشيست او الشيست او امرجنسي او راديولوجي او لاب بياخدوا الpcg باكسين لانهما مور سسيبتابل الكنترا انديكيشن وبcg باكسين التوبوركلين بوزيتيف كونتاك او اله اي 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 طبعا احنا ان انا بحقن واحد من عشرة ميلي في الفلكسور اه في الفلكسور سيرفس وبشوف لو اكتر من واحد سنتي او عشرة ميلي ده معناه اي 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 او لو اقل من ستة ميلي معناه انه اي 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 او عنده تي بي لكن عنده حاجة اميون او 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 اميونيزد بانتي فيرال آآ او ميلياري تي بي في دوتفول في الاتيبيكال مايكرو بكتري فالتيبركلي ان بوزيتيف آآ ما بياخدش البي سي جي طبعا انتم عارفين البي سي جي بروتيكتف في تمانين آآ تمانين في المية والاميونيتي بتقعد من خمسة لخمستاشر سنة عشان كده في آآ كلام عن آآ او في عن آآ بفكروا في فاكسين جديد عشان يحمي الادوليسنت والادلت من التي بي تاني جزء في هو عن طريق الان اتش وده بيمنع لمدة بياخد لمدة سنة لازم يكون الشخص اللي بياخد الان اتش اقل من خمسة وثلاثين سنة ومش بريجننت ومش ضيابتك ومش سيليكا ويركر بالنسبة للسيكندر المرض حصل خلاص فانا عندي عيانة عنده كرونيك كوف اكتر من اسبوعين عملت له مانييتش راديوغرافي وطلع فيه وعملت له مور كون لقيته كيس ببدأ اعمله وبياخد لحد ثلاثة المفروض انه هو بيتحول بعد اربع لتمن اسابيع من بنعمله الا في الحالات او الحالات الهوم او الحالات السفير ففي الحالة دي بيبقى في الهوسبيتال طبعا مع مراعاة ان في الهوسبيتال لازم بعمل اللي هي ان الباب دايما يكون وانه يكون فيه وانه الهوسي كير بيلبسوا البروتكتب بالذات الان خمسة وتسعين والباشن تحركه في المستشفى بيخضع لضوابط كتيرة لمنع انتشار العدوى بالنسبة للتريتمينت الهوسبيتال تريتمينت فهدية مدة طويلة محتاجة ازود عشان اقل الريزيستانس وبيدو طبعا بنعمل دايما وبنعمل فولو ابل مدة خمس سنين بالنسبة للكونتكت اول حاجة بنعمل وقلنا زي ما قلنا بيهمنا الفاميلي وي الفرينتس وي الكو ويركورز وبعملهم عن المرض وعن طريقة انتشار وعن اهمية الفنتيليشن واهمية ريسبيراتري انتكيت واهمية انهم ياخدوا بالهم في التعامل مع الحالة السيربلانس وبعمل لهم تيبركلين تيست لو نيجاتيف بديهم البيسي جي باكسين وبمنع الكونتكت مع الكيس لمدة 3 شهور اللي هي الفترة الانفكتيفتي بعد او الفترة اللي هي بتحول فيها الشخص بيحصل عنده بعد البيسي جي لو تيبركلين في الحالة دي بتأكد ان هما مش كيس ان انا بعمل لهم وبعمل لهم باكترولوجيكال اه اكزاميناشن لو ومش كيس في الحالة دي بديهم كيمو بروفيلاكسيز من ضمن المجرز بتعمل الكونتكت اول حق الانليستيمنت والاكزاميناشن والهيلس ادوكيشن والسيربلانس والكيمو بروفيلاكسيز ان انا بدي طبعا ايما للناس اللي هما ومش كيس في الحالة دي بديهم لمدة سنة وليه سنة لان في اول سنة فرصة ان يتحول بتوبة عالية او الناس اللي هما وما قدرش اه اه اديهم زي ويكونوا او ما قدرش احميهم في اللي هي المرحلة اللي بيتحول بعد اللي بيتحول فيها الشخص من زي طفل لازم ادي ايزونيزايد واضي اه وطعامه ب اي ان اتش ريزيستانت بي سي جي التارشيري بريبينشن ده مرض سوشيال ديزيز فالناس وفيه استجمة فالباشنت دون بيحتاجين ان انا اعمل لهم اه او اشوف لهم اعمل لهم سوشيال سابورت واشوف لهم سيوتابول جوبس وارفع السوشيو ايكونوميك اه ستاندرد اه بتاعه اه دكتور الكوميونيتي ميديسين هو دكتور بيبوس دي الكوميونيتي فيهمني لو انا عندي ناشفنا لتي بي بروجرام زي مصر ان انا بقيم البروجرام دوت وبشوف هل بتزيد ولا بتقل وبعمل مقارنة بين فعشان اشخص او العوامل اللي بتخليه موجود بعمل حاجة اسمها دراسة ميدانية عن التي بي وبقوي كوميونيتي بروفيشنال دايما بنحسب الانديكاتورز او المؤشرات اللي بتقول لي اخبار اه او ماجنيتود المعد دقيقة او اخبار وايه بيزيد ولا بيقل اه التي بي سيربي كومبرهنسيف ديتيل دفيلد ستادي اوف تي بي بروبلم الهدف منها ان انا احدد الماجنيتود واعرف الايكولوجي عشان اقدر اعمل بريفنشن وكنترول لاتي بي التي بيركولوز السيربي هو دراسة ميدانية باختار مكان معين اللي اعمل فيه الدراسة فبعمل مابينج للاريا وببدأ اشوف الريسورسز وببدأ اشوف البيبوليشن سايز والكاركترستيك في المكان ده وبحدد السامبل سايز عشان وازاي اعمل سامبلينج بالنسبة ببدأ بالتيم وبعمل للبوبوليشن بالتوبركلين تيست دلوقتي فيه ممكن الناس تستخدمها عشان تعرف حاجة اسمها الكوانتيفيرون تي بي تيست وتي سبوت تيست ودي مزاتها انها ما بتتأثر بالبي سي جي لكن في بنفضل التوبركلين تيست طبعا الناس بنعملهم عشان اه او اه من التوبركلين نيجاتيب اه في بتحول لتوبركلين بوزيتف الناس بكمل معهم بماس راديوجرافي وبسبيوتام اجزاميناشن عشان اتأكد ان هم مش كيس طبعا الدياتا بتبقى انالايزد وانتربريتد وببدأ احسب منها الانديسز وفي اخر السيرفي بكتب ريبورت وبكتب بيكم اخر خطوة في التوبركلين سيرفي بعمل وبعرف عشان اتجنبها في السيرفيز القادمة بالنسبة للتيب انديسز او الانديكاتورز قلنا ان الانديكاتور او المؤشر ده سيجنال بيقول لي اخبار المشكلة دي ايه الماغنيتود بتاعها اخبار الكونترول برو جرام اخباره ايه وببدأ وقدر اقارن بين دولة والتانية كدكتور بيهمني الانديكاتورز او الانديسز السيجنال اللي بتقول لي اخبار المرض ده ايه فببدأ بحاجة اسمها البريفيلانس اوف انفكشن قد ايه من الانفاكسيناتد توبركلين بوزطيف علي اجزامنت انفاكسيناتد قد ايه منهم توبركلين بوزطيف من غير بوزطين يعني بتاعود الانفكشن طبعا احسن حاجة تيبي كنترول افضل لما يكون الرد ده اقل من واحد في المية طيب فيه انوال انفكشن ريت قد ايه كانوا توبركلين نيجاتب وبمرور السنة تحولوا الى توبركلين بوزطيف علي اجزامنت ده بيقول لي الانوال انفكشن ريت وده بيقول لي هل موضوع الانفكشن بيزيد ولا بيقل نيجي بقى اهم واحد فيهم اللي هو البيفيلانس اوف انفكشوز كيسيز قد ايه سبيوتن بوزطيف على الاجزامنت وده البست اندكس ده بيكتب في الامي سي كيو وده بيقول ده عن السورس اوف انفكشن في الكوميونيتي لان احنا قلنا ان اكتب اوبين تي في كيس بتقدر تعدي من عشرة لخمستاشر شخص فيه برضو بيهمني البيفيلانس اوف ساسبتكي كيسيز قد ايه عندهم ساسبتشن ليجن بالإكس راي على النمبر اوف اجزامنت بيرس بيهمني دلوقتي البيفيلانس اوف دراج بيزيستانت كيسيز على عدد الحالات الاجزامنت ودوت عندي اللي هي ملتبل دراج بيزيستانت اللي هي رزيستانت الان اتش وريفامبسين واكستنسيف بيزيستانت اللي هي رزيستانت للساكند لين انتتوباركولاس طراب وده بتقول لي الحالات الجديدة وباستخدمها في تقييم الكنترول زي ما في انديسيز للموربيدي في انديكياتور للمورتاليتي كيس في تاريتي ريت قد ايه المرض ده بيسبب وفيات نمبر اوف ديسيز اوف تي بي كيسيز على عدد الكيسيز وده بيوصل لستين في المية في الانتريتد والكمبيليكيتد كيسيز وده الكيس في تاريتي عالية في حاجة اسمع كوز سبسيفك متاتلة من البوبيوليشن بيموتوا بالتي بي وبالنمبر اوف ديسيز اوف تي بي عن نمبر اوف بوبيوليشن ان جيفن لوكاليتي ان دير اي سؤال اشكركم لحسن الاستماع